اشتركوا في القناة ولد شيخة اللي هو من زوجها الغير كويتي دخل في مسابقة حفظ القرآن اللي نظمتها وزارة الأوقاف في المسيد مع المنطقة تشجع ولد عمته ولد خاله عاصفة يوسف وقام ودخل معه نفس المسابقة المسابقة كانت جائزتها التشجيعية للمركز الأول طبعا ليحفظ صورة البقرة 120 دينار وللمركز الثاني 60 دينار طلاله يوسف حفظه صورة البقرة وبالتالي سمعه الأثنين وفاز ولد المرأة الكويتية من زوجها لأجنب المركز الأول إلا أن المنظمين اصدموا وقالوا لها تعال يا بابا أنت عشان مو كويتي فإحنا ما رح نعطيك 120 إحنا رح نعطيك 60 دينار التساؤلات في هالمقام حقيقة كثيرة أولا القرار هذا كان إداري ولا وزاري ولا فردي ترى هذا مهم وهل سمع أحد فيكم أن مسابقات الدينية المقامة عن طريق وزارة الأوقاف في الكويت قط مرة كانت مفتوحة للمواطنين فقط إن زين ولما علمت الوالدة وهذا اللي حصل في السيناريو اللي أنا طرحته لما علمت الوالدة ورفعت التليفون وتكلمت عليهم قالوا لها والله إحنا ما عندنا ذات الصلاحية اللي أطعم بشكل غير مباشر أهما ما عندهم ذات الصلاحية في تعديل الوضع اللي كانت عندهم في أنهم يخربون الوضع والسؤال الأكثر أهمية وين راح الجزء المقطع من الجائزة اللي هو 60 دينار يحدث في أسرة أخرى خالدة ومحمد أخوان خالدة عندها بنتها خولة المعاقة ومحمد عندها ولدها المعاق إن زين القانون رقم في مانيا لسنة 2010 يتعامل مع أولاد المواطن وأولاد المواطنة إلا أن أولاد المواطنة يحصلون على كل شيء وأولاد المواطن يحصلون على كل أنواع الرعاية إلا أن أولاد المواطنة لا يفعلون ليش؟ لأن المادة الثانية من القانون رقم ثمانية المعني قالت أن تسري أحكام هذا القانون على ذوي لعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفة الواردة في هذا القانون ويجوز للهيئة وهني تبدو المشكلة يجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي لعاقة من غير الكويتيين وفق الشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى ومن ضمنها قرار من وزير الداخلية بمعاملة أولادها معاملة الكويتيين إنزيل إحنا كلنا ندري إن قرار وزير الداخلية معاملة أولاد المواطنة معاملة الكويتي لازم يكونوا أصلاً قدموا على الجنسية وفقاً للمادة الخامسة وعشان يتقدم لهم على الجنسية وفقاً للمادة الخامسة أصلاً لازم تكون إما مطلقة طلاقاً بائناً أو متوفا عنها زوجها وعليه طلعت المرأة الكويتية من الاستفادة من قانون رعاية الذوي الاحتياجات الخاصة طبعاً الكلام وايد طول بس في واحدة من المشكلات حقيقةً وايد مهمة نحنا نطرحها ولنفترض إن أنا وأخوي أنا متزوجة أجنبي هذه مفرضية هذه حقيقة وأخوي متزوجة كويتية أثنين عندنا أولاد أدرسوا بنفس المنطقة عاشوا في نفس البيت تلقوا ذات نوع التربية وعاشوا حياتهم إي أتي بنتي أنا أتقدم على بعثة دراسية فترفض لأنها مكويتية أما بنتها اللي ممكن تكون حاصلة على نسبة أصلاً أقل أنا مواطنة وبوها مواطنة هي تحصل على نسبة أقل فتحصل على البعثة ولا تحصل ابنتي الأدها والأمر أن لو بنتي أنا تسوي مخالفة مرورية تبعد عني إدارياً وقد تبعد قضائياً إذا صار الحاقم بجريمة بينما بنتك بنت أخوي ممكن تسوي ذات المخالفة المرورية تدفعها بينها لها وفي وطنها أما أو بالنسبة حق الإبعاد القضائي طبعاً لا يحق عليها لأنها مواطنة طبعاً المثال الأخير بالذات هذا يذكرني بفقرة موجودة في في المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية أول ما سن في سنة 59 لما كانوا يتكلمون عن الولد الغير شرعي للمرأة الكويتية فتكلم المشرع عن أمور كثيرة وقال ويبقى للولد أمه الكويتية فلا تهدروا هذه الصلة ويكسب الجنسية الكويتية عن طريقها وتكون الجنسية هنا أيضاً بالدم ولكن عن طريق الأم لا عن طريق الأب أنا عندي تساؤل وين ذات الوعي التشريعي بأهمية عدم إهدار حق الدم لجهة الأم بالنسبة حق الأولاد الشرعيين لأن أنا بتفحص القانون على مدار سنوات لأن أنا متخصصة في هذا الجزء من القانون لقيت أن المشرع في قانون الجنسية أول شيء يفرق بين المرأة والرجل بعدين يفرق بين المواطنات نفسهم يعني وذن الجنس نفسه اللي هو المرأة بين من تنجب أطفال في علاقة زوجية وبين من تنجبهم في خارج علاقة زوجية بعدين يقول لا بعد من الآثار مالة قانون الجنسية إنه إذا يبتي في زواج بعد فيه فرق ترى بين عيالك إذا كان زوجك عنده جنسية وبين عيال الثانية اللي زوجها يكون بدون بعدين بين اللي يكون عند أزواجهم جنسية معلومة والله إنت جنسية زوجك من المرضي عليهم ولا من اللي عندنا معاهم مشاكل وحساسية سياسيين وبين المواطنة المطلقة والمواطنة المتزوجة إنزين هالمشكلات هذه كلها ليش؟ بسبب القانون القانون إذا أجحف في أول أمره راح يظل يجحف في كل تفاصيله والمشكلة إنه الحكم الجليلة اللي استخدمها المشرع في تبرير نصه على المادة الثانية والثالثة بشكلهم الحالي ما أثر فيها أن يختلط دم الرجل الكويتي بدم زوجة أجنبية في صنع المواطن الكويتي ليش يتأثر لما يختلط دم المواطنة بدم غير مواطن لما ييبون طفل من هذه العلاقة الزوجية المشرع يعلم جلياً وهذه أنا أقدر أحط عليها تحتها 15 خط المشرع يعلم جلياً إن المواطنة بذرتها فقط اللي يحطها قانون الجنسية وهو اختيار المشرع يعني المشرع هو اللي يختار إذا بس حق الدم ولا حق الدم وحق الأقليم وحق الدم لجهة الأن فقط ولا حق الدم لجهة الأب فقط ولا أثنينهم مع بعض وبذات القوة لكن أنا أستغرب إنه من داخل المجلس يقولوا لنا أن أملكم ضعيف وإنه أنت وقضيتكم للأسف لا زالت مو قوية طبعاً في وايد مشاكل تستتبع زواج المواطنة بأجنبي أهم المشاكل على الإطلاق إنه هي أولادهم ومواطنين وبالتالي ما عندهم ما تقدر تسوي لهم هبة ولا تسوي لها وقف يعني حتى في نفسها مضرورة في قدرتها على القيام بالتصرفات المالية والتصرفات القانونية الطبيعية لأي إنسان يسويها هي ما تقدر تسويها لأن يؤثر في ذلك صفة أولادها المواطنين في عندها مشكلة في إنها تحصل على الرعاية السكنية لأن القانون المعني بتنظيم الرعاية السكنية قال والله التعريف لا يشملك بل يشمل المواطن لأنه هو بس رب الأسرة اللي يكون كويتي عشان تستفيدين وطبعاً في وايد مشاكل مثل حرمان أولادها من بعض أنواع الرعاية الصحية وإن كان الشكل العام يقول إنه ما عندهم نفس الرعاية لأنه هذه محقيقة على أرض الواقع بينما ينعم المواطن بكل هذا بدون معاناة والحقيقة اللي لازم أسوي لها سترسينج هنا هو في فرق بيني وبينها في فرق بيني أنا وبين أخوي المواطن أنا ما شوف في فرق طبعاً الأمثلة كثيرة في هذا المجال بأتكلم شوي عن دور القانون لأن اللي حين عندي دقيقتين إن المواطن يتمتع بالحقوق المدنية لأنه مواطن واللي يحدد مواطنته قانون الجنسية إذن أس المشاكل وين؟ في قانون الجنسية الاتفاقيات الدولية اللي تخلط فيها الكويت طبعاً تحط على الكويت التزام بإنها تزيل كافة أنواع التمييز ضد المرأة وإنها تكفل لها ضمانات إنها تتمتع بحقها على قدم المساواة مع أخوها الرجل وأنا لي حد الآن على الرغم من أن أنا كبيرة في العمر إلا أن لي حد الآن أنا مفاهمة هم ليش دامين يقولون أسوة بأخيها الرجل المفروض صفة المواطنة هي اللي تحدد حقوقي وواجباتي بغض النظر عن جنسي وعليه إحنا من هذا المقام ندعو المشرع إلى أن يعدل المادة الثانية من قانون الجنسية لأن تعديلها أصبح ضرورة تتطلبها التطورات اللي قاعد يشهدها المجتمع الكويتي من سنوات عدة بس بغيت أقول شيء أن جنسيتي حق لي ولأسرتي انبثقت أصلا في الدول العربية واجتاحتها من سنة 1999 عشان لست الإجحافات بحق المرأة بسبب قانون الجنسية صارت وايدة كبيرة خمس دول فقط اللي تجرأت مؤخرا وعدلت من قانونها لتجعل حق الدم مساوي لحق الدم لجهة الأم مساوي لحق الدم لجهة الأب في قوانينها وهما تونس والجزائر ومغرب والعراق ومصر مؤخرا ختاما تمنيت أن يكون عنوان الندوة غريبة في وطني لأنه سيكون عاكس لحجم المعاناة أكثر لأن المواطنة حقيقة تعيش غريبة في وطنها بسبب الإجحاف بحقها وبغيت أنوه إلى أن الجمعيات النفع العام وعلى رأسها الجمعية الثقافية النسائية لم تتوانى من أول التسعينات في المطالبة بحق المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بسبب إجحاف القوانين ضدها وسوت كل أنواع التوعية ولا زالت الأمانة ولا زالت لأن أنا قاعدة أشتغل معاهم إلا أنه فيه شيء غلط في الموضوع لازم راح نكتشفى إن شاء الله ونشتغل عليه عشان ناخذ حقوقنا شكرا